ومعاكم عز وجنونجي وعش عد الله سباحكم بكل خير فيديو جديد نهاردة الاثنين سبعة مارس ونهاردة البعاء سعبان قبل ما اتكلم في اي حاجة يريد تستيروك كثير وتعمل لكات كثير مع تعليقات الحلوة مع تفعيل جرد وليتي فيديو ده يوصل لمليون السارك ومليون لايكات ومليون مساهدة فيديو جديد وخلوكم معايا واتمنى فيديو ده يوصل لمليون فيديو مهم جدا جدا انا اتكلمت الفيديو السابق عن ازباب الطلاق هتكلم نهاردة عن خيانة زوجية فيديو كامل عن خيانة زوجية لو سألت كل واحد سؤال الخيانة الزوجية موجودة ليه؟ بما ان الطلاق كتر في العالم وفي مصر بشكل عام الطلاق كتر كتر بنسبة تسعة وتسعين في مية ولا خمشة تمنين في مية كتر بشكل رهيب فخلينا في موضوع الخيانة الزوجية الخيانة الزوجية موجودة ازاي؟ وإيه السبب؟ حتى بتقدي الى الطلاق واكتر حاجة بتقدي الى الطلاق وهي الخيانة الزوجية ده رقم واحد وخيانة الزوجية موجودة ازاي؟ واحد مثلا متجوز ماسي؟ فهتلاقي مثلا ايه؟ مراته؟ وعندها مستعار فيه عن نت وتلاقي مثلا جوزها مثلا في السغل ولا نايم؟ وتلاقي مثلا ايه؟ اه طبعا مراته؟ توعد عن نت وتكلم واحد عن نت ازايك الحبيبي ايه؟ اخبرك ايه؟ انا مش مستريح لجوزي جوزي مش بدي لحنان ومش عارف ايه ممكن نتعرف رغم ان الست دي او البنت اللي متجوزة وعندها عيال تروح تخون جزا وهل ده يقدر التلاع؟ ايو يقدر التلاع فدي اوشخ حاجة ان ممكن احنا نشوفها ومحدش يدعم الكلامي وعايز اللي علق عندي يا جماعة ياريت تعليق تعليقات حلوة فيديو ده بقدر بيحسل حقيقي وانا بشوف عملي كمان ده بيحسل حقيقي وبقدر لما تبقى واحد متجوز اه؟ وتلاقى مثلا مراته بتخون جزا وتلاقى مثلا مستحبة واحد عن نت ممكن نتعرف ممكن نتعرف ايه؟ في نتش التريق يتعرف ويتعرف ويتعرف لما تقول انا اول كلمة تقولها لما تحب تجوزها تفضل بقى في العلاقة ازيك يا حبيبي مخها يبقى مع مخ اللي هي بتكلمه في النتلة ونما يفضل يستمر في كلام 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 يحسل تكره جزها وده السبب الرئيسي يؤدي الى التلاق فعيز اقول العلاج الخيانة الزوجية علاجها ايه؟ او حلها ايه؟ وتعلموا انا درجة في علم النفس كم شخص كم شخص وعيز اقول الخيانة الزوجية تحسير خيانة زوجية تحسير خيانة زوجية والخيانة المشيبة هي تقضي الى التلاق بنتبه مية في المية لا يريد أن يحصل على شيء أخيانة زوجية أركجه معي جدا جدا يريد أن يتقل الله في ربنا يجب أن تجعل إيمانك يكون قوي ويريد أن تنجح لا أحسن بلوي فيها أي شتى تتجوز تعد عن مواقع والنت ولو إذا كانت مثلا وحلت تحابت عن النت تجعل تحابك كله بنات وعليك راقل وإذن بثيرا لا تتعرف ولا تتعرف بلوك على طول لكنت انت فعلا واحدة محترمة وتتقل في نفسك وفي جوجك انا اتكلم بتكلي عام سواء كان الزوج او الزوجة الخيانة الزوجية دي اكترها مصيبة في النت تتعرف على هذا وهي دي بتأدل الخيانة الزوجية والعلاج اي واحد يتجوز ما تتباعد عن النت لو انت مثلا متجوز لو انت مثلا متجوز لك سحب خلي سحبك اولاد لو انت مثلا متجوزة عندك سحب بنات تخلم كل بنات ما تخليش ولا صاحب مثلا ايه كله يكون اه ولاد لو انت مثلا واحدة شد فلازم نخف ربنا ونتقل له تتكلم كلام دي ما نفعش واللي مش عايز تتجوز ما فكرت في الجواز طبعا كان بنت او ولد مدام ان فيه خيانة زوجية هتحصل كده في الجوازة دي في نفس الطريق وتخلي خرب بيوت يحصل يبقى من انت جوزت احسن كان بنت او ولد لو انتم بحثين في بالكم انتتجوزوا وبعدين تخونوا ازواقكم يبقى من انتجوزت احسن خلوكم خربانين بعيدا عن الجواز بجيس واحد يتجوز وفي الاخر يحصل خيانة زوجية انت تحب واحد بسبب واحد تحب واحد عنك فالجواز عايز جدية ولازم يكون فيه احترام ونخف ربنا ما سيه اللي عايز بقى اللي عايز بقى تكلم مت واحد تكلم مت واحد بس انتجوز اللي عايز يتجوز بقى يكون جدي ويكون عنده احترام في حاجة ما تخاف ربنا تتقول لا اللي تتجوز يكون جدي الجوازة مفهاش فيها السبال والصعبات تتجوز وتدفع فلوس ولا انت مثلا تدفع فلوس فالاخر تكون جوزة وليلو تاخدي ليه بعد انتجوز الوساخة دي ومدعاك دي كلها ندفع فلوس اما ان تكونوا جدي في الجواز او متتجوزوز عشان تنجح الجواز لازم تخاف ربنا وزي ما قلتك كده ودعاكم فيديو ترك كتير وشكرا لكم